السائل يقول هل صحة أن طائفة المنصورة ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس نعم هذا حديث صحيح ويكاد يكون متواتر عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله وأين هم قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس وهذه بشرى عظيمة للمسلمين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول على الحق ظاهرين أي أنهم على الحق فلا تلتفتوا لمخذل المخذل ولا للكذاب الذي يقول هؤلاء ليسوا على حق لأنه من غير المعقول أن يكون المستعمر هو الذي على الحق والذي يحتل المسجد الأقصى هو الحق لأن الحق واحد إما أن يكون مع المحتل وإما أن يكون مع المظلوم مع الفلسطيني صاحب الأرض الذي يحمي العرض ويحمي المسر ويحمي الأسر النبي عليه الصلاة والسلام يحدد من هو صاحب الحق في هذه القضية فيقول على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين ثم يبشرون فيقول لا يضرهم من خالفهم وفي الحديث الآخر يقول لا يضرهم خذلان من خذلهم فمن خذلهم لا يضرهم وهذه بشرة عظيمة فليخذل المتخذلون وليخذلهم المخذلون ولكن هذا لا يضرهم لا يضرهم هذه بشرة عظيمة لو اجتمع أهل الأرض عليهم كلهم لا يضرونهم والخذلان لا يكون من العدو النبي عليه الصلاة والسلام هنا لا يتحدث عن العدو العدو يقول على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين ولكن الخذلان يكون ممن يؤمن بنفس عقيدتك وممن ينتمي إليك وممن يقول أنه معك ولكن إذا جد الجد خذلك ومشى مع عدوك هذا هو الخذلان النبي عليه الصلاة والسلام يبشرنا فيقول لا يضر من خذلهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه في رواية أبي هريرة لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر